النهاردة حبيبي هنعمل مع بعض جل مركز هنعمل منه 15 رتل برسيل جل للبلابس للأبيض والألوان شفاف بدون كحول بدون سبرتو بدون زيت بدون نشا جبيل جدا يعني بدون تايلوز تحفة وجبيل جدا ده شايفين شكله جميل ازاي وده كده حبيبي بعد برد كبان لقوبة جل تقل كبان كمية دي تعملي 15 رتل برسيل جل تابعولي حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبيبي في اللا معاكم حنان الوراقي النهاردة قلت بقى لالعب لبعاكم جل مركز نعمل منه 15 رتل برسيل جل للبلابس تعالوا بينا نصلي على رسول الله ونشوف مع بعض هنحتاج ليه تلات معالق كبار من السكر وهنحتاج تلات اكياس برسيل جل وزن الكيس 70 جرام وهنحتاج معلقة كبيرة بكربونات والسوديوم معلقة كبيرة من ملح الطعامة وهنحتاج معلقة كبيرة من البطاس فتحت لكم الكيس بس عشان ايطبوا شايفين شكله بعلقة واحدة من البطاس او السودا الكوية يعني متوفر عندي يعني احتاج لنص رتل من المياه ونطبق معايا ده كده صابون صابون جيرسلين كنت عاملها معاكم قبل كده موجود في القناة حاسب لكم الرابط بتاعه في الشاشات الدهاية تقدروا تشوفوه اه حبيت اللي انا استخدمه النهار دي اه طبعا انا كمية دي اه نفس السابونة اللي انت شوفتوها دي كانوا سبع صابونات انا بشرت ستة قلت اخلي واحدة اه اه اوريها لكم بأه اه يبب انا كده انا كده ايه بشرت بقى اللي كانت فضلة يبب اه كده بشرت السبع ايه صابونات سأجبت كوباية لكي أبدأ معكم خطوات الجل المركز سأجعل منه 15 رفل من البرسيق دهوقتي أنا أعاير الصابون بالكوباية لكي أعرف أنه كم كوباية سأجعل معي 3 كوباية وشوية صغرين مثل علاقتين من الصابون المبشور طبعاً أنا أحبت كل شيء أعمل بالكوباية لكي أرى بالضبط يبقى كده حبيبي كده أنا فضيت الصابون المبشورة وفي الحلة وبعد كده هنحط عليه 3 معالق كبار من السكر السكر بيبقى حلو يعني بيزود الرغبة وكده هوت يعني بيبقى حلوة وكمان لو أنت بتخسلي بالبرسيل كمان حاجة على أديكي بلابس يعني فحلو بيضي ترطيب ونومة برضو إيه للبشرة بارتي دهوقتي أنا حطيت كده نص ريتل الماء عليه وحطيت كده حلة على المتجاز أنا في خطوة دي نسيت يعني كان مفروضة قبل ما أخد حلة على البتجاز أحط أحط أفضي عليها 3 أكياس من البرسيل الجن فأنا افتكرت بقى إيه وانا عمالة بأقلب في الحلة كده على البتجاز افتكرت فهرجع ثالي أخد حلة على الرخامة وفضي عليها الصبو نعم البرسيل اللي هو في الأكياس فدوقتي بقى إيه حنتابع برضو إيه مع بعض وفي حاجة برضو يمكن أنا نسيت أجيبها في الفيديو النهاردة كنت طبعا أنا نسيت ساعة خلصت الوصفة ونسيت مكون نسيت أجيبه بس أنتوا تجيبوه بقى وتحطوه بتجيبي من عند بتاع المنظفات كيلو برسيل جيل الغسالات الأوتوماتيك وكيلو صبواتيك أو صبواتيك بتاع المنظفات كيلو وبتضفوه على الصبوات وانتوا بتحطوه على البتجازي يباتوا ايه؟ أنا نسيت بصراحة بس أنتوا بقى بجيبوه وبحطوه حيطدو لكم نتيجة برضو أحسن برضو يباتي على الجيبي ايه؟ عتحطي في الحلة عشان ما تتوهوش معي يباتي كده عتحطي في الحلة ايه؟ ثلاث كبيات من الصبواتيك مع نص صيارة لمية ثلاث معالي من السكر ثلاث أكياس برسيل جيل وكيلو برسيل جيل أو كيلو صبواتيك أو كيلو صبواتيك لا بتاع البواعين عادي حيقضي الغرق ده وبتحطوا الحاجات ديتها على البتجاز مع بعض ديها لحد المكاولات تدوب معاكي ماشي؟ بس أنا نسيت الخطوة ديت بس أنا زعلت بصراحة لنسيتها لأن طبعا كاتعة الديني نتيجة برضو أحسن من اللي تشوفتوه في أول الفيديو هو أداني نتيجة حلوة جويلة جدا بس أنا كنت عايزة أحسن برضو فأنتو بقى إيه؟ تبطوا عارفين على تربيله إيه؟ نبدأ بقى إحنا بالمعلقة كده بنقلب في المكونات مع بعض ديها يبقى أنت كده الحل هتحط فيها إيه؟ عدو تجاز نقول تاني ثلاث كبهات من الصابون المبشور أنا استخدمت الصابون جريس ليه نعم ممكن تستخدمي أي صابون نعم ممكن صابون صليت حلوة للملابس وبعد كده هوت بتحطي عليه ثلاث أكاس برسيل جيل بتحطي عليه ما كيلو برسيل جيل للغسالات الأوتوباتيك أو كيلو صابون سعيق وتلاث بعالق من السكر بقلب كل البكونات مع بعضها على البتاجاز لحد بتضوب معاكي خالص وتبدأ تغلق كده وتلاقي الصابون المبشور ده بمعاكي خالص فبنبدأ اللي احنا بنلقي الحل على كده اللي عطفي عليه زي باحدة شايفيه ده هو دلوقتي بقى هنبدأ نجاهز حاجة تالية خطوة تالية يعني يعني جبت العلبة وحبدأ دلوقتي اللي انا افضي فيها شوية كده من المية اللي شفشا ده بياخد تنير ريتلا من المية وحبدأ اللي انا افضي يعني ريتلا ونص كده هوت وحننحط معلقة كبيرة من بيكربوناتو السوديوم ومعلقة كبيرة من الملح ملح الطعام العادي وحنبدأ اللي احنا نقلبهم كده مع بعض في القروانة مع المية وطبعا ازاي باحنا شايفين الطريقة سهلة وبسيطة جدا بعد با يدوبوا كده معايا حنبدأ نجيب الحلة اللي احنا جاهزناها الصابون نبدأ اللي احنا نفضي كده هوت زي باحنا شايفين انا فكرة قطرت الصابون المبشوق بمكن تستخدمي كوباية ونص ممكن بس انا علشان تديني كمية اكتر فيمكن عشان كده عملت تلات كوبات قلت بقى ايه انا عملها بخسر في غسيل كل يوم فاعمل بقى ايه كمية فممكن تعمله كوباية ونص بس هتعمل لكم كمية برسيل اقل يعني مش هتديكي منظ เ฾ Hai1 aproximati حيث تبقى بقى قلные بمكن تطعوة 6 قراط سبعة ري حيث او خمسة ري لكن حелюبت باقى بعض وكvre يدوى لو انا ن كبーい ونضعها في كبس كبات مية او نص كبات مية المهم اللي احنا بندوبها بس ايه يا كبات مية صغيرة كده زي ما احنا شايفينا وطبعا في الخطوة دي بتوبي لابسة كمامة وعشان ريحة الابخيرة اللي بتطلع من البطاس من محلول البطاس ما توباش غالة تعليكي وبتعبري والمكان اللي بتعبري فيه كم جيد التهوية بنقلبه كده كويس وحنبدأ اللي احنا نفضيه على الصبوء ركزوا بقى معي كده عشان كنت لسه بورياكو الطريقة ديت قريق وانا بعمل البريل متاع الموعي او الفري كنت عملكو الطريقة ديت حصري والاول مرة على طريقتي انا محدش عاملها فبقدمها لكو برضو الطريقة ديت برضو حصري والاول مرة طريقة البرسيل ديت على طريقتي برضو واتبندل الطريقة تنلقي اعجابكم بنقلب كده حيتحول بعيه لجل في ساعتها جل شفاف ما حطناش فيه خالص ولا زبرتو ولا كحول ولا اي حاجة خالص طبعا احنا طب انا ليه انا ليه ضفت معلقة الصدق كنت اقيلة برضو في الفيديو اللي فات في قناتي التانية ملكة المنظفات والتوفير حنان الورائي كنت عاملة بريل دوت بنفس الطريقة بس كنت بستخدمة اكياس بريل وكيلو سابون سيل بس ايه حبيت اللي انا قلت طب انا اعمل نفس الوصفة برضو وقدمها لكم بالبرسيل الجل طبعا احنا كل يوم عاملين نغسل في هدوم وملابس وكده فعيبقى حلو برضو اعمل حاجة للملابس يعني فقلت اعمل معاكم الوصفة ديت ايه النهاردة زي ما احنا شايفين بيديني كهوم جل على طول انا طبعا بفضل معايا شوية مية في الشفشة اللي هو بقيت اللي اتنررتلي فحبدأ اللي انا ايه بفضيهم وبقلق طبعا القاوم حلو جدا وحوريه لكم دلوقتي طبعا هيديني قاوم جل حلو تقيل وكمان لما حيطقل كمان حوري لكم برضو شكله يمكن اوارت لكم شكله في اول الفيديو قاوم الجل برضو هيديني قاوم جل تقيل برضو الكمية اللي انا بعملها معاكو ديت هتعمل يعني تعملك 15 رتل برسيل جل بجودة عالية يعني على ضمانتي عايطلع معاك احلى برسيل جل ان شاء الله كده تقدري اللي انت تابعيه هيبقى جميل جدا نعم زي ما احنا شايفين قربتلكوا الكاميرا كده عشان ايه اوارركوا شكله حبيبي بصوا كوام البرسيل جميل ازاي اللي هو الجل اللي احنا هنعمل بقى منه نزوده ميا بقى وطبعا كل واحدة بقى ايه براحتها تزود بقى ايه ميا فهتعملي كمية البرسيل اتطلع معاكو حلوة جدا بصراحة وحتنظفلك الملابس وتشلك اصعب البقع من الملابس وزي ما احنا شايفين كوام الجل جميل جدا حتى لما تيجي تزوديه ميا حيبقى حلوة معاكو برضو حيبقى جميل جدا عاديلك نفس البرسيل الجل بتاع الشركات بزا بس قلتلكم بالوصفة هي كان لقاسها بس اضافة كيلو من ايه من البرسيل الجل الاوتوباتيك زي ما احنا شايفين حتى برغم اللي انا نسيت اضيفه بس زي ما احنا شايفين الشفافية بتاعته جميل جدا بصراحة يعني نتيجة البرسيل كبان يعني قدام منكو يعني الجل ده اللي انا حعمل منه البرسيل وده بعد سبته وعد عليه نص ساعة زي ما احنا شايفين بصو تقول ازاي ما تنسونيش حبايبي باللايك والشير عشان الفيديو ده حبايبي يوصل للاس كتير اللي هي تشوفوا تستفاد بينه كان معاكم حنان الوراكي ونشوفكم ان شاء الله كده في فيديو جديد ده واتمنى انتو تكونوا استفادتم من الوصفة النهاردة ومنتظر اعرف رأيكم في التعليقات السلام عليكم